الانتخابات ونتائجها ولكن فرنسا بشكل عام وضعها سياسيا لن يستقر قبل فترة طويلة وفي مطلق الأحوال تبقى العلاقات رغم بعض الغيوم متينة ومع الدول الأخرى أظن مثل الشرق أوروبا من بولندا إلى غيرها هناك قوة للعلاقات البريطانية والعلاقات البريطانية الألمانية مع وجود شولتز الديمقراطي الاجتماعي مع حزب العمال العلاقة الديمقراطية الألمانية يمكن أن تتعزز أكثر خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس شكرا جزيلا دكتور خطار إذن أذكر مشاهدينا بأن نتائج الرسمية للانتخابات العامة في بريطانيا تشير حتى الآن إلى تحقيق حزب العمال فوزا كبيرا للغاية الحزب حصل حتى كتابة هذه السطور وبعد الإعلان الرسمي لعدد كبير من الدوائر الانتخابية على 361 مقعدا بينما حصل حزب المحافظين على 81 مقعدا وحصل حزب الديمقراطيون الأحرار على 50 مقعدا فيما حصد حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج على أربعة مقعد وحصل الحزب الوطني السكتلندي على ستة مقعد سنوالي إمدادكم بكافة المعلومات والتفاصيل أولا بأول على مدار نشراتنا وجوالاتنا هذا الصباح وبالطبع هناك المزيد من الأخبار دائما عن الانتخابات البريطانية وغيرها على موقعنا على الانترنت بي بي سي أرابيك دوت كوم وعلى صفحتينا على فيسبوك وإكس شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة